أكدت معالي السيدة فوزية منت عبدالله زينا لرئيسة مجلس النواب أن جميع مؤسسات الدولة استطاعت مواصلة مهمها وبرامجها وفعالياتها من دون توقف رغم الظروف الاستثنائية جرأ جائحة كورونا بفضل البنية المؤسسية الصلبة كناتج للإصلاحات الشاملة التي يقودها جلالة الملك المفدى مشيدة معاليها بالجهود الوطنية لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قيادة فريق البحرين في هذه المرحلة الاستثنائية جاء ذلك في كلمة لمعاليها خلال حفل تدشين برنامج الثقافة البرلمانية للناشئة والشباب والعموم والذي عقد افتراضيا وشارك فيه كل من سعادة السيد جميل بن محمد احمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة السيد ايمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة كما شهد الحفل عدد من المحاضرات التثقيفية التوعوية واضفت معاليها ان مواصلة برامج الثقافة البرلمانية تأتي في سياق الاهتمام بما يخدم مسار العمل الديمقراطي وبما ينعكس اجابا على المسيرة التنموية مشيرة الى ان تحفيز مشاركة الشباب كقوة عمل وبناء اولوية وطنية من جانبه اعتبر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ان جهود تنمية الثقافة البرلمانية لفئة الشباب والناشئة يعزز اسس المواطنة الصحيحة باعتبار الشباب الثروة الحقيقية التي يعول عليها في تحقيق تقدم ايجابي والارتقاء بالجهود التنموية الى ذلك قال سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة ان الرؤية الملكية السامية وفرت للشباب فرصا كبيرة للمشاركة الفاعلة في مسيرة بناء الوطن مشيرا الى عدد من المبادرات النوعية التي تعنى بتنمية مهارات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات ان مواصلة برامج الثقافة البرلمانية نابعة من ثقتنا باهمية المعرفة في تشكيل الفكرة الشاملة للعمل الوطني ضمن سياقاته المتعددة وفي بلورة رؤية واضحة المعالم للعمل البرلماني والسياسي فهي تمثل البوابة الواسعة للعبور نحو الفهم العميق للدور النيابي والاحاطة بآليات عمل السلطة التشريعية وما تناط بها من اختصاصات دستورية ولا يتأتى لنا الحديث عن التطوير والتحديث والتقدم أو التحرك باتجاه الأهداف الموصلة لها من دون رصيد كاف من المعرفة والثقافة لما تشكله من بوصلة لتحديد الغايات والمواقف ومرجعية هامة للاتجاهات السياسية وأعطاء تفسيرات منطقية تأخذنا إلى النتائج التي من خلالها نستدل على أفضل التدابير والأطروحات التي تخدم مسار العمل الديمقراطي وتنعكس إيجابا على المسيرة التنموية للوطن وإننا اليوم أمام مسؤولية أكبر مما كانت عليه في السنوات السابقة لإشاعة روح الثقافة السياسية وإعداد جيل يملك كافة أدوات المعرفة المرتبطة بالعمل البرلماني وما يختص به من دور تشريعي ورقابي وإيجاد برامج تأهيلية تتسق مع التوجه الوطني الآخذ بالتوسع على المستوى المحلي والدولي في تمكين الشباب المواصلة على تنفيذ برنامج الثقافة البرلمانية الذي أثبت نجاحه منذ تدشينا في العام 2018 خاصة فيما يرمي إليه من تنمية الثقافة البرلمانية لدى الشباب والعموم من المواطنين وذلك في ظل الاهتمام والدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لقطاع الشباب باعتباره القطاع الأكبر في المملكة وضرورة إتاحة الفرصة لهذه الشريحة المهمة بالمشاركة الإيجابية في صنع القرار وابتكار الحلول للتحديات التي تواجهها فئة الشباب إن شباب البحرين في ظل الرؤية الملكية بات يشعر بأن مستقبله أفضل من حاضره وحاضره أفضل من ماضيه وذلك بعد تدشين ميثاق الأعمال الوطني وتعديل دستور مملكة البحرين اللذاني منحا الشباب مساحة كبيرة من أجل المساهمة في بناء البحرين وكلها أدوات من شأنها المساهمة في تمكين الشباب من المشاركة الإيجابية في الحياة الاجتماعية والسياسية وبث الأمل في نفوسهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر